اشترك الأهم في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس ولا تنسوا دعم المقطع بلايك شكرا لكم جزيل الشكر لكل من الثوم والحليب فوائد متعددة للجسم فالحليب هو أهم المصادر التي تمنح أجسامنا عنصر الكالسيوم أما الثوم فهو أهم مضاد حيوي طبيعي يقل جسم من الأمراض المختلفة عن طريق رفع كفاءة الجهاز المناعي وعند مزج الثوم مع الحليب فإن هذه الفوائد تجتمع لتعطي الجسم عددا من الفوائد الصحية التي قد نجهلها وقد استخدم هذا المشروب منذ ألاف السنين في زمن الفراعنة الذين اكتشفوا أن مزج الثوم بالحليب أنتج نوعا من البكتريا تمنع تخمر الطعام في المعدة للثوم عدد كبير من الفوائد أهمها القضاء على الأورام وأهمها سرطان المعدة وعلاج الرمو وبعض أمراض الجهاز التنفسي كما يستخدم الثوم ويوضع على المنطقة المصابة جراء لدغي الحشرات كما يعالج الأكزيما ويفيد في حالات التهاب اللثة وألم التهاب الأسنان كما أن الثوم قدرة على حماية الكبيد من مرض التشمع الكبيدي ولهذا نجد كثيرا من الأشخاص يتناولون فصا أو اثنين من الثوم على الرق ولكن إذا ما تم إضافة الحليب للثوم فإن فوائده تزداد بشكل كبير يستخدم مشروب الحليب مع الثوم يوميا في الصباح عند الاستيقاظ من النوم وقبل تناول أي طعام قا يتم شربه على الرق ومن الأفضل أن يتم استخدامه مدة شهر ثم تركه في الشهر التالي ثم يعود الشخص لاستخدامه مرة أخرى ومن فوائد الثوم مع الحليب نذكر ما يلي التخلص من انتفاخ البطن التخلص من الحموضة والشعور بالامتلاء بعض الطعام تقوية المناعة خاصة في فصل الشتاء الذي تكثر فيه الإنفلونزا ونزلات البرد تخفيض نسبة الكوليستيرول الضار في الدم مما يحمي القلب من التجلطات الدموية انقاص الوزن في فترة قصيرة لمن يعانون من السمنة علاج لتضخم البروستات علاج لديدان البطن والبكتريا التي تصيب المعدة بمختلف أنواعها منح الجسم الطاقة والنشاط والقوة تنقية الدم من السموم تخفيف الدهون التي تتراكم في الشرايين علاج التهاب اللوزتين تخفيض ضغط الدم المرتفع التغلب على آلام المفاصل القضاء على قرحة المعدة علاج للصدع النصفي التغلب على التقلصات التي تترافق مع التهاب القولون طريقة إعداد مشروب الثوم مع الحليب والعمل هذا المشروب يتم هرس فص من الثوم ويضاف إلى كوب من الحليب ثم يشرب على الريق أما لمن يريد استخدام هذا المشروب لإنقاص الوزن فيتم أخذ ثلاثة فصوص من الثوم متوسطة الحجم حتى يسهل بلعها ثم توضع فصوص الثوم في كوب من الحليب ويغطى ويترك لفترة من الوقت في مكان مغلق مثل الفرب ثم يتم شربه على الريق ويمكن إضافة ملعقة صغيرة من العسل حتى يصبح مذاقه مستحدا ويمكن إضافة ملعقة صغيرة من الكركم لهذا المشروب حتى تزداد فائدته الصحية ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس ولا تنسوا دعم المقطع بلايك شكرا لكم جزيل الشكر